اشتركوا في القناة نبين لمشاهدنا هذا الاتفاق اللقاء من أمس فلذلك هذا السؤال اللي طرحته الآن عارضاً وأنا شفت بأسكالاتكم والآن كتبت بعض الكلمات شوف أخي الكريم خلينا نضع هذا الأمر في إطار الصحيح هناك من يريد أن يضخم من هذا الحدث حتى يغطي على الحدث الأصلي حتى يغطي على تشكيل لجنة كتلة أغلبية برلمانية أنها تضع عولويات تحقق مصلحة الشعب فهناك من هو ضد هذه الكتلة اليوم والأغلبية النيابية حتى يعرق العملها اللي بالأخير مجدودة للشعب فخلينا نضع الحدث في إطاره الصحيح الكلام عن الحدث فقط الآن أولاً هذا رابع اجتماع والمجموعة محددة بكتلة الأغلبية النيابية من 35 ناعب وبالتالي لما دخل الأخ سعد فجئنا مع كل التقدير لشخصة فجئنا نحن نتكلم عن ممارسات نتكلم عن عمل فلذلك أنا سألت الأخ الدلال هو سلم علينا وكلنا سلمنا عموماً فالجانب الاجتماعي الجانب الشخصي هذا نحن يعني كلنا نعرف حدودنا فيه ونعرف ما تربينا عليه فلذلك بعد السلام سألت الأخ محمد دلال هل الأخ سعد مدعو قال لي لا فقمت أنا طلبت التعليم قلت أن هذا المكان اليوم موقع وليس ديوان شخص محدد وليس أمس عندي قبل عند الأخ محمد هايف قبل عند السعدون فلذلك هذه المواقع هي مواقع الاجتماعات وليس قضية الآن الدعوة الاجتماعية في الدعوة الاجتماعية في الدعوة هذا أمر طبيعي لكن اليوم مقر عمل فلذلك مدعو مجموعة معينة متوافقة متفقة الكل يعرف من اللي جاي وبالتالي قبل أن يكون طرفاً في هذا فأدعو الآن إلى أن يوقف الاجتماع وإذا عندك هذا غدنا وبعد ذلك نعود لاحقاً هذا ما ذكرت بالنص أن هذا الاجتماع اجتماعاً خاص اجتماع عمل وبالتالي التوافق عليه ينبغي أن يكون معلوماً وأنه وفق المتفق عليه فبعد ذلك رجعنا الاجتماع فمشى الأخ سعد هذا كل ما حصل سئلت أنا وأنا طالع يعني تسريبات وهذا فسألني حد صحفين يعني وأنا شاكر له حقيقة فقال أنه يعني على أساس ما يصير لغط لأنه وصلنا روايات وتعرف الإعلاميين واستقاء الأخبار فقال لي حتى لا يصير لغط هل أنت اعترضت يعني على وجود الأخ سعد قلت نعم أنا اعترضت على وجود الأخ سعد وبينت سبب اعتراضي للاختلاف السابق لذلك خلينا الآن يعني البعض وأنا أنصح الجميع الآن وأشوف بالتويتر وأنا جاي بالطريق أشوف كثير من الكلام من الشباب وكذا أقول للجميع خلونا الآن يعني موضوعيين حنا نشتغل لبلد أكبر من فلذلك تقديرنا للقبائل للعوائل للأسر للأشخاص قائم لكن بالأخير الكويت أهم من الجميع فلما نجي نتكلم في عمل لا يكون عندنا هذه الحساسية ولا يستغلكم البعض في إثارة فتن فأنا أدعو الجميع محبيني ولا اللي ضد أن اليوم يجعلون الأمر في إطارة تروا العلم أنا تكلمت الكلام والأخ سعد موجود ولا علق ولا تكلم فلذلك اليوم بس خلينا أختم هذه النقطة اليوم البلد أهم فلا نزيدها فرقة فيكفينا من يتربص فيها ومن يتربص فينا من لكن بالأخير احنا سبقنا تكلمنا عن وزراء شيوخ وتكلمنا عن وزراء من القبال ومن العوال تكلمنا عن أخوة من البصيري محمد شرار من نواب من نوفينا فبالتالي لا أنا أعتقد لما تيجي مرحلة عمل لا يقف الأمر لما تيجي دعوة خاصة وعزيمة لا يستغلنا أحد في التدخيم لأنه يراد أن يغلب على الأمر لذلك اليوم هو طاغي على خبر الأساسي المفترض أن ركز ما هو المصرحة البلد أن كتلة نيابية قادرة على أن تمضي أي مشروع فحملوها المسؤولية شعب الكويت وحاسبوها أن فشلت واضغطوا عليهم أن يحقون أمالكم وطموحاتكم وتطلعاتكم فيما يتعلق بغضايا التنمية لذلك اليوم أختم أنا أقول بالأخير أي أحد أي أحد غير الخمسة ودراثين أنا أدعو أن لا يحضر حقيقة اجتماعاتنا الخاصة وبالذات من كان له مواغف سلبي عكسنا نعم فإذا أراد أي أحد يغير موقفه فليعتذر علنا للشعب الكويتي لأنه كانت إساءاتهم للشعب الكويتي في مواغف معلنة بعد ذلك يطلب أن يحضر يحضر معكم واضح دكتور عضو مجلس سماء دكتور فيس المسلم شكرا جزيلا لك شكرا